اشتركوا في القناة باتمنى من الجميع انه يحضر لانه شوي رح نحكي عن بعض هيك التلميحات لكيف تنعمل التوقعات السنوية وايش اللي انا رح احكيه بخصوص توقعات العام القادم فاللي حابب انه يكون معنا ياريت ما يحرمنا من حضوره طبعا اليوم توقعاتنا على يوم الاحد اتناعش اتناعش يعني اتناعش كانون الاول ديسمبر واليوم التوقعات شوي برضو بدها شوي التركيز لانه اليوم فيه يعني موعد بث الحلقة او بعد موعد بث الحلقة فيه خلوم مسار عشان هيك بتكون تركزوا معي شوي القمر الان موجود في منزلة الرشا يعني في اخر درجات برج الحوت وهاي المنزلة طبعا احنا حكينا للعلاج والربح والسلامة والصلاح رح ينكث فيها القمر لغاية الساعة تسعة وخمسة واربعين دقيقة من مساء اليوم السبب اللي هي موعد انتقال القمر لبرج الحمل لا ينتقل بعدها لمنزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد هي جيدة لعلاج الاسنان العمليات الصغرى تقليم الاضافر حلاقة الشعر اشياء مثل هيك بما انه القمر رح ينتقل ويصير في الحوت واغلب الوقت رح يكون في الحمل عفوا معناته رح نحكي عن تأثيراته لانه احنا من الان تقريبا منبلش نشعر بالتغيير انه منبلش نشعر بالطاقة برج الحمل هي اللي بلشت تتأثر على الابراج عشان هيك الان بلشنا نشعر انه احنا عنا شوية طاقة مع ساعات الليل بتصير اكثر نشعر بالطاقة كبيرة للعمل منكون اكثر تصميم اكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا او حتى انه نتهور يجب ان نحذر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ ايضا في هاي الفترة انه اقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن اجراء فحص للعيون اذا استدعى الامر لذلك برضو ممكن تعديل على قصة الشعر او اقامة حفل ما بالنسبة للزوايا طبعا اللي تأثيراتها قائمة لحد الان اللي هي زوايا البطيئة اللي هي زاوية التربيع السلبية بين المريخ وبين المشتري وهاي اخر يوم لالها اللي بتخلي بعض الاشخاص يحققوا تقدم على حساب الاخرين وبرضو بتعمل نوع من انواع البلبلة في الاسواق المالية والامور اللي هي لها علاقة بالبنوك والمبادلات التجارية بتخلي فيه نوع من انواع الاضطراب بسبب سوء التدبير وخصوصا بالامور المالية لها تأثير حد على المناخ بتخلي فيه بعض التقلبات الحد في المناخ طبعا مش شي لحالها في زوايا اخرى برضو بتعمل تقلبات في المناخ ولكن هاي تعتبر يعني اخر يوم لالها اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس ايجابية بين عطارد وبين المشتري وهاي ذروتها طبعا حصلت يوم امس هي مستمرة لا يوم 13-12 يعني لا يوم الغد وحكينا انه عند حدوث هذا الاتصال منتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وهي الفترة جيدة للاتصال وبتزيد من احتمالية الرغبة بالسفر والاتصالات اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس الايجابية بين عطارد وبين المشتري وبرضو ذروتها لا يوم الغد ولا يوم 13-12 عند حدوث هذا الاتصال منتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري يعني انه بتزيد من رغبتنا في الاتصالات واحتمالية السفر زي ما حكينا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس المنفصلة بين الزهرة وبين المريخ وهي راح تستمر الزاوية لغاية يوم 19-12 بيسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الاخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين الزهرة وبين بلوتو وهي ذروتها راح تكون في تمام الساعة 4 حكينا من اليوم حدثت يعني 4 مساء هي الان قائمة طبعا تأثيراتها هي راح تظل مستمرة لعوم 30-12 لانه راح تتشكل هاي زاوية كمان مرة لانه زحل راح يتراجع وهي زاوية عادة بتخلق جوعا من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة ايجابا لانه في هاي الفترة ممكن اندعمها وبتتعزز اكثر فاكثر اما بالنسبة للزاوية الاخيرة البطيئة وهي زاوية التربيع السلبي القائمة حاليا وهي بين زحل وبين اورانوس وهي طبعا مستمرة لغاية يوم 13-1 بتخلينا شوي مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات بتدل على تغييرات او ازمات مفاجئة في الحكومة احتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل سقوط الطائرات وحوادث السك الحديد وبتدل على اضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة اما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل اللي هي زوايا تأثيراتها اليوم ذروتها اول زاوية وهي زاوية التثليث اللي هي ايجابية بين القمر وبين المريخ وهاي طبعا الساعة سبعة وتسعة وثلاثين دقيقة من بعد بث الحلقة بتوقيت جرينيتش طبعا احنا من بث الحلقة الساعة اربعة بتوقيت الاردن يعني ثنتين بتوقيت جرينيتش فهاي ساعة سبعة وتسعة وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينيتش مساء بتلوح الفرصة للتحصيل على مكاسب مالية ومنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر طبعا تأثير هاي الزاوية من الان هو قائم ومستمرة لغاية ساعات الصباح بالنسبة هاي زاوية لانها اخر زاوية بعدها بيبدأ خلو المسار يعني الساعة سبعة وتسعة وثلاثين دقيقة من مساء الليلة اللي هو ليلة السبت على الاحد بيبدأ خلو المسار الساعة سبعة وتسعة وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينيتش وبينتهي في تمام الساعة تسعة وخمسة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني قبل منتصف الليل لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحمل وهذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار في زاوية بطيئة طبعا في ساعات الصباح راح تتشكل تكون ذروتها طبعا هي إلها تأثير تقريبا بحدود يعني الثلاث أيام ولكن هي مستمرة زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين نبتون اليوم صباحا دروتها ساعة ستة وواحد وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وهاي مستمرة طبعا تأثيراتها لغاية يوم خمستاش اتناعش هاي بتخلي اللي هي الوسواس يعني والأفكار السودة بتجعل بعض الأشخاص يعيشوا في أوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتدل على عدم الاستقرار في المستوى السياسي في الحكومة ومشاكل في القطاع البحري بتتعلق بيعني نوع من أنواع المشاحنات أو التفجيرات أو المعاكسات أو الأمور اللي إلها علاقة بالسفن البواخر برضو بزيد نفوذ بعض الجماعات المتطرفة المعارضة للحكومة برضو بصير في تعرض لبعض الظواهر البحرية زي الفيضانات والطوفان والضراب الجو العواصف بتدل على ممكن تسرب للغاز أو حوادث العلاقة بالغاز أو حوادث تسمم جماعي غذائي وكذلك ارتفاع أسعار النفط بالنسبة للزاوية التي تليها وهي آخر زاوية طبعا هاي بساعات المساء زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون الساعة أربعة وتسعة وأربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء يوم الأحد بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية طبعا هاي تأثيراتها بتبدأ من ساعات الظهر ظهر يوم الأحد وبتستمر لساعات المساء اللي هي ذروتها وبتستمر لبعد منتصف الليل يعني تقريبا تأثير الكامل لهاي الزاوية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي أكثر حساسية بتكون الفترة هاي اللي هي الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب المرارة والشرايين والدم طبعا هاي الأعضاء أصبحت أكثر حساسية عشان هيك لازم نوفر لها العناية الإضافية طبعا اليوم جيد للعمليات الجراحية ما دون فترة خلو المسار ولكنه جيد للعمليات الجراحية الصغرى والكبرى ويوم مناسب لا أمور إلها علاقة بالتجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد عشان تبطيء عملية النمو يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا برضو مناسب جدا الفترة اليوم كثير مناسب بيدل على طبعا هذا أنه في كواكب كثيرة صارت تعمل زوايا إيجابية ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار اللي هو أخذ أسبرين اللي عمرهم فوق الأربعين سنة أسبرين لمدة ثلاث أيام اللي هو مميع وبعدين أخذ كل ست ساعات حبتين بنادول أو براستيمول كل ست ساعات لمدة ثلاث أيام بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحمل خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء 14-12 بيبدأ في تمام ساعة 22 و 52 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام ساعة 8 و 10 دقائق صباحا لا ينتقل القمر بعدها لبرج الثور بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب 8 أيام في تمام الساعة 10 و 49 دقيقة صباحا بيصبح 9 أيام نسبة الإضاءة 65% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 سعيدة بنسبة 30% القمر في الحوت وبدو ينتقل للحمل زي ما حكينا ورح يستقر في الحمل لغاية يوم 14-12 سعيد بنسبة 30% عطارد في القوس حتى يوم 13-12 الآن هو 5% ساعاته ولكن في ساعات المساء المتأخرة بترتفع النسبة هاي يعني بحلقة بكرة بنحكي عنها الزهرة في الجدي حتى يوم 19-12 سعيد بنسبة 45% المريخ في العقرب حتى يوم 13-12 منتحس بنسبة 15% المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نيبتون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة بدنا نعتمد أنه انتقل القمر وصار موجود بالحمل لأنه مش ضايله أكم ساعة وبصير عندكم ولكن بعد قليل بتلاقي أنه ثقتكم بلشت شوية تزيد بأنفسكم بعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم يعني بنقدر نحكي أنه حان الوقت لحسم الأمور العالقة ممكن تسمع جواب كنت بتنتظره أهم شيء أنك تتحرك وما تنتظر أنه الفرصة تيجي لعندك حاول أنك أنت تذهب بحثا عنها وما تضيع الوقت يعني تعتبر هاي بالنسبة لإلك بداية جديدة وممتازة ممكن تستغلها لكثير من الأمور لأجواء جيدة ودعملة إلك بشكل قوي خلال هذا اليوم برج الثور طبعا بدأ تأثيرات اللي هو الانتقال فعشان هيك بتشعروا الآن أنه طاقتكم بلشت تنفقد فعشان هيك بيطلب منكم هذا اليوم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني لأن القمر تقريبا استقر الآن في بيت متاعبكم فبتكون تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعجل تنتبهوا لغذائكم راحتكم ابتهدأ الوطيرة عندكم وتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات يعني بصير تأخير على كثير من الأمور اللي أنتوا بتكونوا معاولين عليها راح تشعروا بشوية خيبة هيك بتأثر عليكم خيبة بالأمل بتظهر خلافات أو التباسات طباعك متقلبة ومزاجك متعكر أهم شيء أنك ما تخالف القوانين وما تعصب لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع برج الجوزاء القمر الآن تقريبا انتقل لبيت الأصدقاء فعشان هيك راح تنشطوا اجتماعيا وتلتقوا لأصدقاء اليوم راح يكون عندكم نشاط عالي جدا منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة لبتقدر اليوم تعبر عن آراءك بحرية وجراءة وبتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة يعني اليوم شوي ممكن تسكنك بعض الأحاسيس المتناقضة ما بين التقرب الاجتماعي وما بين الصد الاجتماعي أو الخلاف أو سوء التفاهم ما بينك وبين بعض الأصدقاء لكنها فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون للزملاء والأصدقاء يعني تقدر تستفيد اجتماعيا برج السرطان طبعا القمر الآن انتقل لبيت السمعة فعشان هيك بتصير الفترة مناسبة لللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبيحافظوا على إنجازاتهم القائمة أهم شيء أنك تحاول أنك توضح كلامك بشكل جيد بدك تكون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو للاتصال بأحدهم بتكون الظروف داعمة لأفكارك وممكن تهتم لبعض الاتصالات والمشورات حاول أنك ما تكون مهمل وما تترك انطباعات سلبية عنك لأنه هذا بيت السمعة فعشان هيك يحاول قدر الإمكان أنك تحافظ على سمعتك برج الأسد بتنشطوا اليوم كثير في أمور إلها علاقة بالتعامل مع الأجانب أو اتصالات خارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو المراسلات هذا يوم مناسب برضو لاجتياز امتحان وخصوصا للأشخاص اللي بدرسوا بالجامعة ما بعد الثانوية العامة برضو اليوم ممتاز لإجراء مقابلة أو إظهار تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة للبحث عن مواضيع جديدة ولا اختبار تجارب مختلفة بتشعر بالإعتزاز والفخر أهم شيء أنك ما تستسلم وما ترضخ لشروط ما بتناسبك حاول أنك برضو تناقش بمنطق برج العذراء يعني الأجواء الآن انتقلت وصارت تقريبا نقدر نحيي في البيت الثامن لك تحرك القمر من مقابلك تماما فصار في البيت الثامن فبتظل الآن التركيز على الأمور المالية المشتركة فعشان هيك الأمور المالية هي اللي بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض يتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة بدك تكون متفاهم لأوضاع الآخرين ولا أراءهم حاول تتجنب الكلام الجارح وتكون دبلو ماسي في التعامل مع الغير برج الميزان طبعا القمر الآن انتقل أصار مقابلكم تماما فعشان هيك بصير في عندكم رغبة في تدعيم شراكاتكم سواء شراكاتكم المالية أو شراكاتكم العاطفية والتعامل مع الأحبة أو الأزواج فهذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن ممكن تكثر عندكم الواجبات وتتراكم الأعمال أو تداخل مع بعض وتشعر بالهلع لضيق الوقت حادروا من التراجع الصحي أكيد ما في خوف لأن القمر سعيد ولكن يعني بدك تدير بالك على صحتك حاول أنك تتبع الإرشادات والتعليمات اللي حكيناها في بداية الحلقة اتجنب المشاكل وحاول أنك ما تتصلت يعني أي خلافات أنت الخسران خلال هذا اليوم برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل لأن القمر الآن صار موجود في البيت السادس ممكن تجدوا نوع من أنواع التعاون من الزملاء نظموا جدول غذائكم خذوا قسط من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة ولكن هذا ما بيعني أن المرحلة ستكون سهلة بتكثر الواجبات وبتتزامن ومن الحكم عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة بدك تحاذر المشاكل الصحية جد ما تقدر وفي نفس اللحظة بدك تنتبه على أعمالك أنك تنجزها بالكامل وعلاقتك بزملائك برج القوس طبعاً القمر صار موجود في البيت الخامس لإلكم فاليوم بتبلش الرغبة للتقرب من الأحبة أو رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم هو الإشي الأكثر والأكبر فعشان هيك بتصير فيه فرصة مناسبة للمصالحة والتسوية للتعارف والارتباط نشاطاتكم اليوم متنوعة وثقتكم بنفسكم عالية وقدرتكم على استيعاب الأمور ممتازة جداً يعني الأجواء صارت ممتازة داعمة لإلكم تقدر تعوضوا الأشياء اللي كانت ضاغطة عليكم بالأيام الماضية إن كان عاطفياً أو تجربة الحظوظ أو مع أبنائكم يعني بكل الحالات ممتازة هاي تعتبر فترة كثير ممتازة برج الجديد طبعاً التركيز رح يكون على إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة ياليوم القمر رح ينتقل من البيت الثالث للبيت الرابع هو الآن بلش بتأثيراته فتركيزك رح يكون على البيت على صيانة ترتيب على واجبات عائلية تحتاج المسائل الخاصة والعائلية لنوع من أنواع المناقشة ما تحتاج لفرض الرأي أو التسلط خلال اليوم بدها حكمة وإدارة فعشان هيك ممكن تظهر بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات اللي ممكن أنك تتعرض بسببها للمحاسبة أو لتحديات واستفزازات ولكن إجمالاً ممكن يصير حدث عائلي معين يلفت انتباهك برج الدرو بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات منكم أشخاص ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح هاي الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات بتنجحوا بطرح موضوع حساس وممكن تقدم على عمل مهم بيلفت النظر والإعجاب الأجواء جيدة على مستوى كل الأمور اللي ذكرناها حتى اللي عندهم امتحانات مدرسية من برج الدلو اليوم رح يقدموا بشكل ممتاز ولكن تطلب منهم التركيز فقط لا غير الأجواء جيدة ويوم مميز برج الحوت طبعا القمر الآن بده يتحرك لبيت المال فعشان هيك بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يستردوا مال بيعودلهم أو يحصلوا على هدية ممكن تقدم أو تقدم على إنجاز أو تناقص صفقة اتفاقية حاول إنك تعمل بجدية نظم شؤونك المالية امتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة يعني بمعنى آخر الوضع رح يكون تركيزه كله على الأمور المالية ممكن تحصل بعض المكاسب ولكن أهم إشي إنك ما تتصرع بصرف لفلوس وانتبه على أموالك دائما في هذا البيت من السرقة أو الضيعة وفي النهاية بنشكر كل الأشخاص اللي بيساهموا بيشاركوا بدعم القناة بكل واحد على حسب إمكانياته شكرا لإلكم شكرا جزيلا للجميع هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر